معرض الأسبوع الأخضر مناسبة سنوية تقام هنا في قلب العاصمة الألمانية برلين ويعتبر واحدا من أكبر المعارض حول الغذاء في العالم يشارك فيه ألاف العارضين من مختلف الدول العربية والأجنبية دعونا من خلال هذه الجولة نتعرف أكثر على أقسامه على مد البصر هنا أكثر من ألف وأربعمائة عارض يمثلون ستين بلدا يشاركون في هذا الحدث الزراعي الذي يتمحور حول الزراعة المستدامة والأمان الغذائي والابتكار في صناعة الطعام يشارك في أسوبيكستان وتسويق منتجات الزراعة والغذاء من مختلف أنحاء العالم كما أنه يتيح الفرصة للمزارعين لتقديم منتجاتهم والزواري لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والأطعمة هذا يسمحوا مدد من مطلقة ستين بلدا آرابي يسمحوا مدد من مطلقة حلاو وممت المساعدة يسمحوا مدد من مكساً وغض من مكساً ومطلقة ليسكن من ممتزكة بلدا كما أنه ممتزكاً وممتزكاً أعطي من تصين أو كفاء كاردامون الأسبوع الدولي الأخضر ببرلين ومنذ إنشائه عام 1926 يعد أحد أكبر التظاهرات العالمية المخصصة للأغذية الفلاحة والبستنة حيث يستقبل أكثر من 300 ألف زائر على مساحة قدرها 118 ألف متر مربع إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء عبد الرحمن عبد الحليم قناة ماي تيفي برلين